أنهى المؤشر العام لأسعار الأسهم جلسة تداول اليوم عند أعلى مستوى له منذ شهر حزيران من العام 2015 مسجلاً مستوى قياسياً جديداً بلغ 2188 نقطة محللون اعتبروا أن مؤشر الأسعار العام للبورصة مهيئاً وبقوة لاختبار الحاجز النفسي 2200 نقطة خلال الفترة المقبلة مدعوماً بنتائج الشركات وتوزيعات النقدية وسط تفاؤل بتحسن مستوى السيولة في السوق خاصة وأن هذا مرتبط بوجود تغيرات سياسية واقتصادية على مستوى المنطقة المؤشر العام لأسعار الأسهم أغلق اليوم عند 2188 نقطة مرتفعاً بنسبة 16% مقارنة بالجلسة السابقة حيث ارتفع المؤشر لقطاع الصناعة بنسبة 85% وللقطاع المالي بنسبة 33% في حين انخفض لقطاع الخدمات بنسبة 80% في حين بلغ حجم التداول الإجمالي اليوم حوالي 5 ملايين وستمائة ألف دينار تحققت عبر تداول 5 ملايين وستمائة ألف سهم نفذت من خلال 308 عقداً أما الشركات الأكثر اتفاعاً في أسعار أسهمها فهي التأمين الوطنية بنسبة 66% دار الدواء للتنمية والاستثمار بنسبة 64% أما الشركات الأكثر انخفاضاً فهي المحفظة العقارية الاستثمارية بنسبة 7% تقريباً والمحفظة الوطنية للأوراق المالية بنسبة 94% وقع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة اتفاقيات مع 17 جمعية محلية في محافظتي العاصمة والزرقاء للبدء بتركيب أنظمة السخنات الشمسية لمنازل المواطنين في خطوة لتجيع المواطنين على الاعتماد على أنظمة الطاقة المتجددة لتوفير فاتورة الكهرباء التفاصيل في هذا التقرير من أجل التقليل من فواتير الكهرباء على المواطن تسعى الحكومة إلى تجيع المواطنين على استخدام الطاقة الشمسية صندوق الطاقة المتجددة بدأ بدعم تركيب أنظمة السخنات الشمسية لمنازل المواطنين عبر توقيع اتفاقيات مع الجمعيات المحلية في مختلف المحافظات وبشروط ميسرة الأسعار هي ممتازة بمقارنة بأسعار السوق عملياً المواطنية تفع تقريباً حوالي 30% من سعر النظام المتواجد في السوق صندوق الطاقة المتجددة أخذنا خصم على السعر بسبب العطاء وأيضاً نقدم 50% من السعر اللي حصلنا عليه فبالنها المواطنة حيتفع في عمان بمنطقة قليم الوسط حوالي 225 دينار وبمناطق الجنوب والشمال حوالي 235 دينار رغم أن الاستفادة من الخلايا الشمسية خلال فصل الشتاء تكون أقل من الفصول الأخرى إلا أن الصندوق يشجع المواطنين على تركيب السخانات الشمسية والذي يستهدف 200 ألف و100 ألف نظام خلايا شمسية للمنازل في مختلف محافظات المملكة حتى عام 2020 تركيب أنظمة ترشيد الطاقة والطاقة المتجزدة هي مجدية بيئة بالمئة طوال أيام السنة بالنسبة للأردن الأردن عندنا حوالي 300 يوم على الأقل هي شمس حتى بأيام الشتاء السخان الشمسي يعمل بالأيام التي يوجد فيها ضوء نهار صافي أو شمس أيضاً فهو يعمل وأيضاً توليد الكهرباء جزء منها كبير جداً بحوالي 50% تعمل على ضوء النهار ليس فقط على ضوء الشمس وبالتالي هي مجدية اقتصادياً ومساهمتها في فاتورة المنزل الشهرية تتجاوز 70% بمجموحة توفير المصادر التمويلية وتخفيض الكلف المترتبة على شراء معدات الطاقة سيكون الحافز الأكبر لزيادة إقبال المواطنين في الاعتماد على أنظمة الطاقة الشمسية ليلى خالد رؤية قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم إن البنك سيمول مشاريع تنموية في كل من الأردن ولبنان بنحو 700 مليون دولار جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات المنعاقدة في دبي وأكد كيم على استمرار دعم البنك للأردن ولبنان في قضية إيواء اللاجئين السوريين مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب البلدين في التعامل مع مشكلة اللاجئين وأضاف كيم أن الإضطرابات وعدم الاستقرار لا تقتصر فقط على منطقة الشرق الأوسط ولكن تشمل العالم الذي يواجه أزمات متعددة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ارتفع إجمالي أقصات التأمين في الأردن خلال العام 2016 بنسبة 5.9% مقارنة بالعام الذي سبقه في حين ارتفع إجمالي تعويضات التأمين بنسبة 13.4% وأظهرت بيانات إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن قيمة الأقصات التأمينية بلغت 583 مليون دينار مقابل 550 مليون و400 ألف دينار في العام 2015 في حين ارتفع إجمالي قيمة التأمينية إلى 439 مليون دينار في العام الماضي من 387 مليون دينار في العام الذي سبقه أما إجمالي أقصات التأمينات العامة فقد سجلت نموا بنسبة 4.8% مدفوعا بنمو أقصات التأمين الطبي بنسبة 11.1% وتأمين الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات بنسبة 7.3% أما تأمين المركبات أظهرت البيانات أنه حقق خسارة والتي تمثلت في إجمال التعويضات إلى إجمال الأقصات بنسبة بلغت 92% لعام 2016 مقارنة مع خسارة بنسبة 85% لعام 2015 أما الشكاوى فقد تلقت الوزارة 605.40 شكوى العام الماضي تركزت في فرع تأمين المركبات بنسبة 96% مقابل 500 وشكوى واحدة خلال عام 2015 بارتفاع نسبته 29% ارتفعت سعر الذهب اليوم عن خفاض الدولار إثر استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة طفيفة ووصل إلى 1228 دولارا للأنصة وارتفع في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة إلى 1230 دولارا للأنصة أما الدولار فقد انخفض مؤشره بنسبة طفيفة متأثرا باستقالة مايكل بعد الكشف عن أنه ناقش العقوبات الأمريكية على موسكو مع السفير الروسي قبل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر